مساء الخير بمشاهدينا في كل مكان من حلقة جديدة من برنامجكم بدون سابق انذار وحشتوني قوي قوي خلوني قبل مبدأ أرحب بزمالتي نادا محمد أهلا بيك يا نادا أهلا بيك يا أم نية وأهلا بيستاد المشاهدين مبسوطة جدا أني معك النهاردة إحنا كمان يا نادا النهاردة يا نادا موضوعنا فيه رسالة ليها هدف وعنده كمان مبررات وهو مش موضوع إيجابي لكن محتاجين أن احنا نوضحه ونكترح على جمهورنا إزاي نتخلص منه وهو موضوع حلقتنا النهاردة وهو الإدمان خلونا بس نطلع فاصل صغير ونرجع لكم مراتان ورجعنا لكم بعض الفاصل خلونا نبدأ في موضوعنا النهاردة هيا نادا إيه رأيك في موضوعنا حلقتنا النهاردة بس يا أم نية مش شرط ولا لازم إن الإدمان بيبقى حاجات سلبية ولا يمكن يمكن يكون سجاير ولا مخدرات ولا يمكن الحاجات دي يمكن يبقى إدمان صلاة إن الإنسان بيبقى دايمن صلاته أو إدمان خير إن الإنسان بيتصدق دايما أو إدمان صداق دايمن الإدمان بيبقى للحاجات الحلوة جدا بس للأسف بيبقى زي ما فيه إدمان عادات إيجابية فيه إدمان عادات سلبية بالزبط وإيه كمان؟ إن هو دي بتبقى حاجة فيك إنتي شخصيا إن الإدمان يعني إنتي قصدك تقصودي إن فيه بدال إدمان العادات الكويسة الجميلة اللي إحنا كلنا حابين إن إحنا نبقى فيها زي الصلاة والثوم والحاجات دي نكون منتظمين عليها زيها فيها إدمان عادات سيئة وسلوكيات خطيئة صح؟ وطبعا زي ما أنت قلت إدمان العادات السيئة أو السلوكيات الخطيئة ما بيكتصرش بس على التدخين أو إدمان الخمور أو إدمان المخدرات ده كمان إدمان التسوق، الأكل، الإنترنت، الغشف، الامتحان، الخمور، الكسل والتأثير في أداء الواجبات طبعا كل الحاجات دي طبعا عادات سيئة معظمنا تقريبا بيعملها وكل ده طبعا قيمة تندرك تحت إسم الإدمان العادات السيئة أو السلوكيات كمان الخطيئة الشائعة منها بيعتقد البعض يا ندى أنه مألوف طبعا زي العادات اليومية لا لا مش كده آه صح وممكن يكون ده كمان بس إحنا بنتكلم على بيعتقد بعض الناس أن الشيء المألوف هو بس إدمان المخدرات أو إدمان التدخين أو إدمان الخمور أو جرهة وكان عندنا يؤمنية العادات الأسباب عندنا عايزين نعرف أسباب الأعدات الإدمان والتعود بس خلينا نعرف من الأول أن فيه فرق ما بين الحاجات المألوفة وما بين الحاجات إيه الخفية فيه عندنا حاجات مألوفة بالدور صاحبها وبين اللي حواليه وفيه عندنا حاجات خفية إدمان حاجات خفية ده بنكرره في يومنا تمام ايه زي صحيان متأخر اللي هو أنا تليفوني فصل طبعا الحاجات دي كلها من جر ما نحست وبعد كده دول بيوقعونا في أثار جانبية يمكن هتضر بينا وباللي حوالينا بس من غير ما نحس بالضبط تمام دي الحاجات اللي إحنا كده مسكنا محورين الإدمان المألوف وإدمان الخفي بس إحنا عندنا دلوقتي إتصال من إسراء ومن إسكندرية أهلا يا إسراء شكرا للأسف الاتصال اتقطع خلينا نكمل خلينا نوضح للناس الأسباب التعود أو الإدمان من أهم الأسباب دي أمنية أسباب النفسية ودي من الأسباب الرئيسية اللي بتوجه الإنسان أو الفرد للإدمان بيخليه يلجأ للأشياء بيدمنها بيجد نفسه راحة وبيجد نلاقي في نفسه التعامل معها اللي هو أنا حاسس براحة نفسية تمام إحنا بس عايزين نفرق ما بين الإدمان السلوكي والإدمان النفسي قولي بقى الإدمان السلوكي الإدمان السلوكي ممكن نساعد الناس ونفهمهم الفرق بين الإدمان السلوكي سويني يا نادا معنا إسراء؟ ألو؟ أي أي إسراء؟ أزيك؟ الحمد لله أنا كوية فأنت أقول إيه؟ الحمد لله يا حببتي تفضلي أنا حضرتك في بدن جوزي بأمانة ودي حاجة وحشة؟ دي حاجة حلوة جداً لو بعد عني ثانية بحيث إن أنا نقصني حاجة طب دي ده نوع برضو من الإدمان يا إسراء بش ده من الإدمان الحلو مش الوحش خالص بس برضو يا إسراء لازم يبقى فيه إدمان بس أيوة كنت رسا أقولك إن لازم يبقى الإدمان بحدود إلى حد ما يعني في الحب عمتاً بتحبيه بس حبيه بحدود يعني مش كتير فاهمة؟ حاولي تغذي جزء شوية كده لنفسك ما أنا والله مش عارفة أنا حاسة إن هي حاجة وحشة وحاجة حلوة هي دي حاجة حلوة عمتاً مش وحشة بس بيبقى بحدود ألو؟ للأسف الخط قطع هي دي حاجة مش وحشة طبعاً يا نادر إن هي بس المفروض إن الحب وكل حاجة بتبقى بحدود يعني دايماً بيقولك إيه الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها بالضبط دي دايماً مقولة دايماً كنا نسمعها من الأمهات أو عمتاً دا عمتاً حاجة مثلاً عندنا مصري بيتقال الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها عشان كده إحنا محتاجين يا جماعة نعمل كل حاجة بحدود كل حاجة نعمل فيها حد كده ناخد فيها حدود لنفسنا أنا كنت دايماً بقول كلامين في الحلقة اللي فاتت لي أنا طلعت قلت وضع حدود في التعامل مش لازم نعمل كل حاجة من غير حدود ما نحطش حدود دايماً أكبر ضرر ممكن نتعرضه لنفسنا كمين يا نادر كنت باعيزة يتضح لي الناس السلوك الإدماني عايزيني سعيدهم إنهم يفهموا علامات الخطر في السلوك الإدماني الأعراض أصدق آه تمام في السلوك الإدماني دا بس الفرق بين الإدمان السلوكي وكمان في سلوك السلوك الطبيعي دا ما بيتأثرش تماماً بأي أنزور زي نقول مثلاً معظم الوقت إن الإنسان المضمن سلوكه اللي هو في الترتيب اللي بيفكر دايماً اللي هو عشان يبقى دايماً السلوك الإدماني صح تمام والاعتماد على السلوك كوسيلة للتعامل مع العواطف والشعور بالسعادة والاستمرار بالرغم من الأذى الجسدي والنفسي كل دي أعراض للإدمان السلوكي ولازم أن نقلل المشكلات مشكلات السلوك الإدماني لازم أن يبقى عندك رغبة أنك هتوقف المشكلة دي طبعا ده إحنا كده بنفرق ما بين السلوك الإدمان النفسي والإدمان السلوك الإدمان السلوكي والإدمان النفسي تمام إحنا كده قلنا إيه الأعراض إحنا عايزين بس نمسك محور محور عشان هما ما يتوهوش معنا إحنا يعني إحنا كده قلنا الإدمان السلوكي دي أعراضه إيه الأعراض الإدمان النفسي؟ عندك الإدمان النفسي إهمال المدرسة، إهمال العمل، الأهل ده بيبقى المدمن في كثير من الأحيان دايماً بيهمل الحاجات دي على طول طالماً ده الإنسان ده مدمن صح زي برضو في عندنا عدم القدرة على التوقف دي من أعراض الإدمان النفسي تغيير في المزاج والشهية والنوم الاستمرار في التعاطي رغم العواقب السلبية والإنكار والكذب والتفكير والانشغال بالمادة المخدرة وطبعاً كمان المشكلات المالية كل الحاجات دي أعراض للإدمان النفسي اللي هي ممكن تودي للإدمان المخدرات، لإدمان الخمور الحاجات دي كلها بتأثر على النفسية فبيبقى واخد منحنة كده بيدخل في حاجات مش حلوة خالص زي إدمان المخدرات يمكن الأعراض اللي أنا قلت عليها دي من أعراض الإدمان النفسي ولا أنت إيه رأيك إنا دا؟ رأيي عارفة الإنسان اللي بيفكد الأشياء اللي بيحبها الإنسان المدمن لما بيفكد الأشياء اللي أصلاً اللي هو بيحبها بيبقى أصلاً المخدر ده أول حاجة في حياته بيروح له على طول بيروح له دا حياته إن لو زادت أصلاً نسبة المخدر فيه بيعا بيتعرض عليه إنسحاب أعراض إنسحاب مؤلمة طبعاً 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 إحنا أكيد عارفين موضوع أعراض الإنسحاب ده وإن قد إيه بتبقى مؤلمة جداً وبتبقى صعبة جداً فلين دخل لنفسنا في الأول في المشكلة أول دايرة دي إحنا محطين بدايرة ويمكن أصحاب كتير سوق ما أعتقدش إن هم ممكن يودوا لحاجة كويسة أو يودوا بيك إنك تبقى طموح في حياتك أو في شغلك أو أياً كان في الحاجات الحلوة في عندنا أصحاب سوق بيودوا في حتة تانية خالص يمكن يعني يا ربنا يا رب يبعدنا عنهم أمين ويبعدنا عنهم ويبعدهم عننا بالضبط الحاجات دي كلها بتودي في حتة تانية خالص الإدمان ذات نفسه مش حاجة كويسة في إدمان إنترنت الحاجات دي الكافية إحنا دلوقتي مسكين محور الإدمان النفسي يمكن الحاجات دي صعبة جداً على أي أم إن هي تتوعب إن ابنها في يوم الأيام مرمن مخدر أياً كان إيه هو صعبة على الأهل صعبة على الإخوات صعبة على الصحاب يعني أنت ما فكرتش جار في نفسك يوم ما عملت كده لو دي يمكن أسوأ حاجة عملتها أو هتعملها في أي حد حواليك بيحبك حاول تاخد حذرك من الصحاب اللي ممكن تشدك في حاجة زي دي أو في وضع زي ده مش هيبقى ملائم ليك ولا لأهلك ولا لأي حاجة ليك في حياتك عامة حاول تفكر قبل ما تاخد خطوة زي دي فكر في كل الناس اللي بتحبك اللي هيزعله جداً إنك خدت خطوة زي دي وحتى ما عملتش حسابهم فيها بالظبط عندنا الحقيق أمنية الحاجات دي بتزعل جداً وطبعاً ملايين الناس تكلمت في مواضيع الإدمان وتكلمت في إن هي صعبة وتكلمت في حلها وتكلمنا في مصحات وحاجات كتير جداً بس إحنا ممكن نتكلم بطريقة أوضح بإنك تفكر قبل ما تاخد أي خطوة في حياتك يمكن التفكير في الخطوة يمكن يخليك تعرف تقيم أنت بتعمل إيه بالظبط إحنا كده عرفنا الإيه؟ الإدمان الأعراض بتاعت الإدمان الإستلوكي والإدمان النفسي ده كده الشائع عندنا عامة في مجتمعنا أو مجتمعات تانية كتير بيبقى الشائع فيها الإدمان إدمان المخدر أو إدمان الكحول أو إدمان التدخين ده يمكن الحاجات اللي شائع عندنا في مجتمعنا لكن في حاجات كتير خفية عندنا زي مثلاً إدمان الإنترنت دي من أوحش الإدمان أصلاً دي أول أصلاً سبب إدمان إدمان الإنترنت دي الحاجات الخفية يمكن من خلال الإدمان الإنترنت ده بيتعرض الإنسان أصلاً للنسب والإحتيال وعدم الرقابة الأسرية رقابة الأسرية دي لازم لازم يقفل قابة على الأطفال طبعا لازم يقضيش موازم وقته على الإنترنت يعني يبقى لازم يبقى كمية محدودة للعب والطرفية مش لازم يبقى على طول للعب والطرفية لازم يبقى تقاعد على الإنترنت بتقول معلومات بتتصفح معلومات حاجات هتفيدك أنت شخصيا وفي مستقبلك وفي دراستك تمام إحنا عندنا دلوقتي أمثال للإدمان الخفي طبعا كل الحاجات دي أنا يمكن ما كانش عندنا وقت إن إحنا نجيبها من ناس متخصصين زي ما جبنا الوقاية والعلاج من ناس متخصصين لكن إحنا عملنا سارش عنها للإدمان الخفي ومنها عادات يومية عادات شخصية تقليد أعمى كل الحاجات دي إحنا هنشرحها دلوقتي بالتفصيل يا ندا عندنا عادات يومية زي صحيح والتأخر تليفوني فاصل تليفوني فاصل الطريق زخمة كل الحاجات دي عادات يومية معظمنا بيعملها كل بيعملها ودي طبعا عادات سيئة مش صح خالص يعني إحنا دلوقتي ملتزمين بمعاد معين لازم نروح في المعادة في معادة فنعمل إيه نصحة قبل المعاد بدري إن إحنا نكون مديين نفسنا مسايحة ومديين نفسنا وقت إن إحنا نعرف نصحة بدري عشان نروح المكان المعين ده بس في نفس الوقت اللي إحنا المفروض ملتزمين بيه دي عادة يومية سخيفة جدا نس كتير جدا ما بتحبهيش يا نادا زي طبعا الطريق زحمة حجة ناس كتير قوي وأولهم أنا أنا في سهلين أنا خلاص صحيت أنا أيما ألبس أنا في الطريق زحمة معلش عامل إيه تقريبا حجة حجة كل يوم تقريبا ممكن نقول الطريق زحمة معلش أصل الطريق زحمة مش عارفين نعمل إيه هنيجي إزاي طيب إنت شايف الطريق أعمل إزاي فده يمكن أعداد يومية سخيفة جدا معظمنا أو أجلبنا بيعملها زي مثلا التلفون فاصل شح ألو إنتي فين يا نادا إنتي فين يا نادا إنتي فين يا نادا إنتي فين يا نادا هتعمل إيه تلفون يفصل هتقريبا التلفون على طول أصل التلفون فصل يا أمنا عارف شو يطلق ده يمكن أعداد زي ما بقولتك كيفة جدا إحنا أو أغلبنا معظمنا يعني مضمنها وأعداد شخصية إحنا عندنا معظمنا بجد يعني بدون أي تردد في اللي هقوله بنهمل إهمال ترقومي بيبقى وراءنا حاجات كتير جدا 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 هنعملها بكرة وفي حكمة بتقول لا تؤجل عمل اليوم لنجد إحنا بنعمل كده ليه ده طبعا إهمال ترقومي زي مثلا ما أنا دخل بيتي عارفة إن أنا هروح حلاقي الأكل جاهز والشرب جاهز والسريري متوضب زي ما بتقولي دوليبي متطبق كل حاجة معمولي فأنا ليه أتعب نفسي وعملها ده عدم طبعا إيه؟ من أسواقها ده طبعا يا بنتي ده مفيش كده يعني ده مفيش مسئولية طبعا ده عدم شيء مسئولية فده حاجة مش هلوة خالص وطبعا التقليد الأعمى زي ما بنقول الشتيمة أو الممطرة ده طبعا اتأثرت في مجتمعنا وهي عادة سيئة جدا ويمكن تكون أسبابها يمكن تكون أسبابها الخوف من الفشل أو التمرد أو الانحياس كل الحاجات دي إدمان خفي إحنا ما نعرفهاش بس إحنا عندنا دلوقتي أنا جمنا من أخصائيين نفسيين الوقاية والعلاج من الحاجات دي أول حاجة الوعي بالمشكلة لازم نكون أكتر وعي بالمشكلة اللي بنواجهها يعني نكون نخلين مدركين إيه الأسباب اللي خلتنا نقوم بالعادات السيئة ونحاول نتجنبها زي مثلا ممكن نعمل قايمة بالإيجابيات والسلبيات ليه العادة دي ويوم ما نكون عايزين نعملها نبص ليها الأول بالضبط عندك أو كمان زي أول حاجة تانية حاجة استبدال أوقات الطعام الإضافي بأنشطة بديلة زي المشي أو نقض مع صحابنا أو نخرج في مكان إحنا بنحبه الحاجات دي يا نادة بالضبط إحنا لو مدمنين أكل إحنا ممكن نستبدل أوقات الأكل الإضافي بنمشي بنخرج مع صحابنا بنقعد مع أهلنا الحاجات دي ممكن حاجات دي تكون بديلة ممكن نخلينا تخلينا ناخد مصار تاني تالت حاجة جدد الثقة باللي حواليك وشاركهم وما تبعدش عنهم لفترة طويلة ده تالت حاجة عندنا رابع حاجة كمان أعرف إمت الوقت ورتب يومك بتجديد أهداف جديدة وطموحة ده يمكن إيه رأيك يا نادة يمكن معظمنا ما بيعملش ده لو رتب يومك أنا نازل أعمل كذا وكذا وكذا أنا ورايا النهاردة هعمله أنا أعمله ده أنا لا أنا مش هجدد يومي عشان أنا ما رتبتش يومي التاني وأنا أول واحدة بيجي متأخرة زي ما أستاذ نحوال زرقاني بيقول في الكنترول ما سمطلش كثير لأنها أسوأ العادات ويمكن العادة دي أنا يمكن بباطر كثير قوي بس دي الأسوأ العادات أنا خلاص مش هعملها تاني القاعدة على الانترنت لازم نكون قاعدين بنستفاد من الوقت زي ما قالت نادا وتكون معلومات اللي احنا بنجمعها من علنات مفيدة تفيدنا واختيار أوقات محددة للترفيه والألعاب وانحنا نتفرج على التلفزيون في وقت فرغنا مش مش 40 ساعة في الأسبوع مش ناخد كل حاجة قاعدين 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 انت بتعمل ايه طالما انت بتعمل كده يعني هتعمل ايه في حياتك وانت قاعد بتعمل ده دي الحاجات اللي هتخلصنا دي الوقاية والعلاج من الادمان عمتا ادمان الخفي او الادمان عمتا فيه كمان حاجة تانية واخيرة لو عندنا عادة سيئة اغلبنا بيعملها اللي هو طول الوقت يا نادا عادي مسكين الموبايل عاديين عن موبايل خصص وقت الاهلك خصص وقت لأصدقائك ايوه انت رمت دي يا امنية من خلاله انا بنعزل عن اهلي اصدقائي بيبقى بقى عمتصال بينهم اصلا خالص بالضبط يا نادا احنا انتي عندك عندنا تهنئة للأسف فقرتنا كانت صغيرة شوية احنا عندنا تهنئة تهنئة خاصة من الاستاذ تامر خطاب رئيس تحرير البرنامج بأسرة البرنامج لسادة المستشار علاء فكر الشعر وبنسبة حصول شقيق الدكتور محمد فكر الشعر على درجة الدكتوراه في القانون وانا نتمنى له مزيد من النجاح والرقية والتقدم وعندنا التهنئة كمان قلبية من أسرة البرنامج لمدام عزة واردة زمالتي وأكتي وحاببتي وصحبتي وحاببتنا كلنا العالمية هدير سامي بالنسبة عيد ميلادها كل سنة وحضرتك طيبة يطنت ويا رب العمر كله ليكي وتفضلي يا رب كده مبسوطة وسعيدة وتفرحي يا رب بهدير وريهام وإسلام كل سنة وحضرتك طيبة يطنت ويا رب العمر كله ليكي وبخير وساعد دايما يا رب للأسف يا نادا فقرتنا كانت صغيرة قوي خلونا يطلع فاصل ونرجع لكم بفقرة لذيذة وجميلة استنونا اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية وارجعنا لكم بعد الفاصل بس خلوني أرحب بزميلتي اللي معايا في الفقرة التانية باسمة باكري اهلا بيكي يا ومي واهلا بالسادة المشاهدين يا رب الحلقة تعجبكم ويتفيدونا بمدخلاتكم طبعا احنا موضوع حلقتنا النهاردة هيبقى عن موضوع فقرتنا النهاردة هيبقى عن الصدفة طبعا احنا حياتنا كلها مريانا صدف وكلنا ممتنين للصدفة دي عارفة لي يا باسمة؟ علشان دايما الصدف بيبقى ليها وقع جميل واثر حلو بيبدأ المعلم في قلوبنا كلنا زي مثلا قابلت واحد في مكان معين اغير مجرى حياتك صح انت يمكن صح مش بس كده يا باسمة يمكن عشان الصدف بتيجي من غير ترتيب فبتبقى احلى حاجة ممكن تأثر فينا او تكون معلمين في قلوبنا ويمكن معظم الصدف بتبقى جميلة فدي حاجة بتبقى حلوة جدا يا باسمة ايوة فبتمدينا بطاقة ايجابية كده لما نشوف صدفة حلوة حصلت لنا زي مثلا واحدة ماشية مثلا في طريق قبليتك فضرت مبتسمة في وشك فانتي طول الطريق غير التفكير اليوم كله اه مبتسمة يعني لقيت حاجة حلوة حصلت انبسطتي زي واحدة مثلا رحى شغلها فتعرفت على واحد معها في الشغل بيحصل كتير فترهم النصيب بعد بيحصل كتير كل دي امثال للصدف انتي ايه رأيك فعلا انا باتفق مع كلامك كله بنقابل امثال برضو كتير يا امنية انا مثلا بالصدفة بتكلم مع زميلتي عادي فجأة تكلمنا في المذاكرة وبالصدفة عرفت انها بتاخد كورس ادتني الفكرة عرفتنه كل حاجة عنه حبيت الفكرة بتاعتها جدا وخدتي الكورس ايوة رحت وعملتي ايه بقى رحت معاها ومن خلال الكورس عرفني على جنة واستاذ تامر ودولي السبب اني وصلت اللي لانا في دلوقتي واكون معاك النهاردة يا امنية وتشرف بيجي حبثي لسه بس تفاصل ونرجع لكم وراء تاني ورجعنا لكم بعض الفاصل عندنا كلام كتير قوي في موضوعنا النهاردة معينا منا بالصفة بيقول حملة لتأييد بطل من بلادي لتأييد سيادة الرايق انت مات للحملة الحملة دي كانت حلوة قوي علي بس بعد كده الاخوان حرب وهددوني وقالوا لي بعضها عن الرايق بس هو ده مش موضوع حلقتنا احنا بنتناقش دلوقتي في الموضوعنا في الصدفة الصدفة الجميلة خليتك تنضمي للحملة زي ما بتقولي ويمكن كانت حلوة بالنسبة لك جدا وشكرا جدا لاتصالك يا منا نرجع لموضوعنا يا بسمة عملتي كملي المثال بقال لوهو لما انا روحت الكورس عملت ايه قابلتي شخصيات محترمة جدا منها أستيس تامر كان بيعملنا زي اخواته بالضبط واكتر كان بيخلي الشخص يعرف ازاي يعمل حاجة من نفسه الناس كلها تبقى مبسوطة مين يبقى كدوى لأهله واخواته صغيرين واللعيال الصغيرة اكتريتها يعني تمام وبرضو قابلتي جنة دي حاببتي وصحبتي حاببتنا كلنا جنة دي حاببتت عامل معنا زي اخت وكابتدينا روح قوية جدا وطاقة ايجابية كان بتشجعنا ما بتخلناش نيقص من اي حاجة كان بتساعدنا في كل حاجة وعندنا برضو أستاذ وحيد حاببنا كلنا اللي كان بيخلينا طول الوقت نضحك ونهزر كان بيفرفشنا يطلعنا من المود اللي احنا فيه وأستاذ طاها برضو ده المصور بتاعنا وربنا يقدره يا رب على فعل الخير ويتني يصور ويتور من نفسه يا رب كل الحاجات دي جايرت حاجات كتير قوي معاك يا بسمة يمكن الصدفة دي خليتك تبقي معنا النهاردة أكيد طبعا حاببتي في جملة دايما يا بسمة بقى كنت دايما بقراها ويمكن حطاها قدامي طول الوقت الجملة بتقول أنت لا تعلم إلى أي درجة الله رحيم بك لا تعلم كيف يسخل لك الأشخاص الصدف المفاجئات التي تساعدك لا تعلم كيف يصرف عنك مات تحب لشر لا تعلمه ويقرب لك ما يحمل لك الخير لا تعلم كيف يبعد عنك كل شيء يحمل لك شرا ولو بالقدر البسيط وحده الله من يعلم له الحمد على ما كان وعلى ما سيكون الحمد لله عدد الحرقات والسكون الحمد لله في الصراء والضراء دايما الجملة دي بسمة كل ما أراها أو أسمعها بتغير تفكر كل واحد بحبها قوي بحس أن ربنا دايما تدابيره كلها بتبقى حلوة تدابير ربنا اللي احنا بنقول عليها صدف دايما كلها بتبقى حلوة أكيد طبعا وفي مثال برضو حلو بيقول رب صدفة خير من ألف معادي دي حاجة صغيرة وما كانتش على البيت كل اللي نعرف أكيد طبعا شعلا عندك حال وكم من مرة كم من صدفة مرة تعليك تحولت بها مصاري الحياة كلها سواء للأفضل أو الأسوأ وهناك برضو في نوعين يامنية من الصدف أول حاجة اللي هي الصدفة الحلوة الصدفة السعيدة ديت بتخلي الإنسان تفكيره يعني بيطلع من المود اللي هو فيه خالص أما الصدفة التانية اللي هي الحزينة بتخلي الواحد تفكيره متشدت زي مثلا من المشكلة واقع فيها دي غيرت تفكيره وموده طول الوقت كان فيه حكاية أنت كنتي عايزة تقوليها قبل الهواء كنتي بتقوليه عليها أنا حكاية حكاية الكورس أو أنت قلتيها أنا أسفأ أنا اللي نسيتها أو وفيه مثال حلو أو بيقول ربما تقودك الصدفة دون شعور إلى حب لم يختر يوما على بالك دي كلها أمثال يمكن إحنا كلنا عارفينها بس لما تيجي بقى طبعا قدامنا بتفاجئنا زي ما بقولك مفاجئات حلوة جدا تدابير ربنا دايما بتبقى حلوة بتفاجئنا بتساعدنا فيه حاجات كتير حصلت معايا غيرت حاجات كتير فيها صدفة تقبلها أنت وصحاوكو كده صدفة قبلتي حد أنت ما كنتيش بتحبيه أو يمكن كان فيه ما بينكم موقف مش حلو أكيد صدفة قبلتي بقيت فيه صحابك كلية ممكن يغيروا حياتك من مرحلة الابتدائي والإعدادي والسنوي تقبل شخصيات تانية تغير حياتك كلها بس بطبيبقوا صحاب بس بطبيبقوا صحاب حلوين جدا طبعا صحاب الجامعة زي ما بتقولي بس يمكن حد من صحابك أنت أو مش حد من صحابك حد كنتي بتسمعي عنه إن هو دايما وحش بس لما تقبلتي معايا وتكلمتي معايا صدفة حصلت موقف صدفة حصل موقف غيرت كل تفكيرك عنه وبقيت صحاب جدا وحبيته بعض قوي وقربته من بعض يمكن الصدف دي بتيجي كثير والصدفة برضو ممكن تكون في شغل أو في جامعة أو كل دوات أمثال الصدف يا بسمة كتيرة جدا صدفة بتجمعك طبعا بصحبة صدفة بتجمعك بشخص صدفة بتعرفك على زي ما قلت على مكان معين يوديكي لشغل أو حاجة أنت كنتي عايزيها بيغير كل حاجة فكل الحاجات دي أمثال الصدف كتير جدا طبعا وبيبقى ليها أثر حلو جدا جدا علينا وعلى قلبنا أكيد طبعا ماشي معاك إن احنا ما نقدرش ننكر إن الصدف طبعا بيبقى ليها تأثير علينا كلنا بنحس بأنها حاجة حلوة جدا ومعظم الصدف بتبقى جميلة قوي بتغير حياتك كلها بالضبط صدف كتيرة جدا ممكن تغير حياتك للحظة أنت شوفتي مسلسل لقلق؟ أوه خلوة قوي في مسلسل اسمه لقلق دلوقتي بيتعلم المسلسل ده كان بيحكي عن صدفة بنت كانت بنت ربية في ملجأ ملاحيش علاقة خالص بالميديا أو 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 أي حاجة خالص قبلت شخص غير كل حاجة حصل موقف رح ترجبت في عربية الشخص على طول فده غير لها مجار حياتها كلها أكيد طبعا في حتة تانية خالص فالصدف دايما بتبقى حلوة وبتبقى جميلة تدبير ربنا دايما بتبقى حلوة بس طبعا في سؤال بيقول ليه ما يبقاش محطات الحياة كلها صدف ايه رأيك في السؤال ده وكل حاجة برضو محطات الحياة ايه ليه ما تبقاش كلها صدف هقول لي كان لي هقول لي كان لي ليه محطات الحياة ما تبقاش كلها صدف عشان مش كل الصدف هي اللي هتنشلنا مصار حياتنا هي اللي هتخلينا نعرف نعمل ايه هي اللي هتخلينا نزبط مستقبلنا هي اللي هتخلينا نعمل ونعمل ونعمل حاجات كتير كان نفسنا فيها مش الصدفة هي الصدفة بتبقى حاجة كده صغيرة لفتة حلوة بسيطة من ربنا بيبعثها لنا في يوم الأيام ما بتبقاش على بال أصلا بزا بتموم بتبقاش إيه ما بتبقاش مترتبة فإحنا حياتنا العملية لكن طبعا أهدفنا تحقيق طموحنا ما بينتظرش أبدا صدفة لكن عايزين إن إحنا نتخذ خطوات جدة للعمل وتخطيط لطموحاتنا إحنا عايزين نعمل إيه عايزين نبقى إيه عايزين يقول لي خطوة وما يستنىش عنها وما يستنىش صدفة وما يستنىش صدفة إحنا موضوعنا النهاردة رزيز جدا بنتكلم عن الصدفة فيه وعن الحاجات الحلوة اللي بتحصل لنا في حاجات كتير قوي 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 حلوة في حياتنا بتبقى طبعا نزلاننا كده لفتة حلوة من ربنا بيقول لنا بيطب طبع لقلوبنا في حاجة حلوة ممكن تحصل لنا بشغل بنتمنى نلاقيه في يوم الأيام بشخص بنتمنى ان احنا ناقي زيه في يوم من الايام في حاجات كتير بتحصل في حياتنا بتبقى صدف بس احنا لو عايزين ان احنا نعمل لنفسنا ما نستناش طبعا صدفة ضغير لنا مجار حياتنا مع ان في حاجات زي دي بتحصل بس احنا محتاجين احنا ناخد خطوات جده وان احنا نعرف نعمل ده بشكل كويس جدا في حاجات كتير قوي محتاجين نتكلم فيها يا بسمة انا بس محتاجة اعرف انت يراك في كل اللي انا قلته لا متفكة معاك جدا والله حاجات حلوة حلوة جدا ويمكن صدفة زي ما قلت رب صدفة خير من الف معاين معاين دي حاجات كلها حلوة امثال الصدف كتير جدا زي ما قلنا في الشغل زي ما قلنا في حياتنا بتغير لنا مثلا حياتنا ممكن تشوفي صاحبة معاك في الجامعة تقايا حياتي كتيرة جدا 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 بس طب بنقابل اشخاص ممكن يعرفون على اشخاص تانية يعرفون على اشخاص تانية بيتطوروا من نفسهم برده لغاية منقابل شخص معين ممكن صدفة صغيرة تخليك يعني تبقى معارفة كل حاجة بتدور في البلد عارفة ازاي تتكلمي الحاجات دي كلها برضو تبقى صدفة صغيرة بتغير كل تفكير بالضبط زي ما قلتي مثلا على موضوع الكورس انتي لما خدتي الكورس كان فيه يعني لما خدتي الكورس كان فيه ناس حاولت تشجعك انتي كتير 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 لما عرفتي واحدة صاحبتك بتاك دور رحتي خسيفة فدغير حاجات كتير في حياتك انتي كان نفسك تتغير او كان نفسك تتوصل لها دي كلنا حاجات حلوة جدا في الصدف بتجمعنا بحاجات حلوة جدا يمكن ما بنكونش فاكرين ان هي ممكن تحصل عايز اقولك ان انا ممكن احط في دميجي حاجة معينة تحصل اكيد تمام بس انا تقول ما انا عادة حطاها في دميجي حطاها في دميجي حطاها في دميجي مش تحصل لكن بقى لو عملنا ايه لو صبناها بقى تيجي زي ما تيجي بتدابير ربنا طبعا اكيد الله واللي ربنا هيعمله معانا وبدعاء اهلك ليكي برضو صدفة من دعاء والله فعلا بجد ده مش اي كلام ربنا ممكن يبعث لنا صدفة وبيقولك يا بركة دعاء الوالدين بالزبط ده بيحصل كتير قوي يا بسمة يعني الدعاء ممكن يغير الاقدار كلها يعني الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء ده بيغير اقدار او اقدارنا كلها فدي حاجة كويسة جدا وجميلة اه ما ننساش طبعا ان ان طبعا ان في حاجات كده بتحصل وفي ناس بيبقى ليها وفضل علينا من الصدفة الحلوة اللي جمعتنا بيها عارفنا حاجة زي ما قلت في روحتي كورس احنا ممكن نكون عارفنا حاجة معينة صدفة ففرحنا بيها في حاجات كتير قوي قوي في حياتنا ميديت يعني فرصة اللي هي الكورس ديت يعني حاجة صغيرة اللي خليتنا نوصل لحاجة معينة اكيد صح يبقى الصدفة اشكالها كتير جدا وبيبقى ليها اثر جميل جدا على قلبنا ونكون حابين ان احنا نقوله لناس كلها ان صدفة يا جماعة جايرت حياتنا جايرت حاجات كتير كنا بنحلم بيها وصلتنا ليها فاحنا موضعنا النهاردة كان نزيز قوي بعتذر يا امني انها لقيتنا على واشا الانتهاء بس قبل ما ننهيها معي تعزية باسم قرية عرب الرمي تتقدم الاستاذة جنة اشرف العطار مدير اعداد البرنامج بتعزية اسرة المرحوم الاستاذ مجد الجزار سائلين الله عز وجل ان يغفر الله ويرحمه ويسكنوا فسيح جنته وان يرزقكم الله الصبر واستلوان عظم الله اجركم واحسن الله عزقكم وانا لله وانا اليه رجوع عندنا معينا تهنئة تتقدم الاستاذة جنة اشرف العطار مديرة اعداد البرنامج بخالص التهنئة والتبريكات للنقيب المهندس ابراهيم صبري والدكتورة ابتسام اسلام على حفل الزفافة هما طبعا بنتمنى لهم حياة كريمة وسعيدة وبالرفاق والبنين بإذن الله والف مبروك ليكو ربنا يرزقكم برب الصلحة عندنا بقى تهنئة مكتوب لي في التهنئة تتقدم الاستاذة جنة اشرف العطار لو سمحت يا جنة تتقدم الاعلامية عمناية اشرف الاول واستاذة جنة اشرف العطار مديرة اعداد البرنامج والاستاذ تامر خطاب رئيس تحرير البرنامج وجميع قصرت بدون سابق انذار بتهنئة الاستاذ محمد الزرقاني الغالي على قلبي انا شخصيا وغالي علينا كلنا وغالي علينا كلنا والله علينا شخصيا انا على الدنيا كلها زي بحضر بيدي طاقة ايجابية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة